السلام عليكم ازيكي سانا اولا عاملين ايه تعالوا كده ناخد الوحدة التانية في الصف الاول الترمي التاني طيب معنا هنا هناخد ايه في الدرس هناخد القيمة المكانية للاعداد مقارنة الاعداد المكونة من رقمين باستخدام اكبر من او اصغر من او يساوي طيب تعالوا كده ناخد اول حاجة مراجعة على ايام الاسبوع هنقول مع بعض السبت حد اتنين ثلاثة اربع خميس جمعة طيب تعالوا ناخد كده مراجعة برضو سريعة شهور السنة الميلادية يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس ستمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر شهور السنة الهجرية محرم سفر ربيع اول ربيع تاني جماد اول جماد ثاني رجب شعبان رمضان شوال زلقعدة زلحجة طيب القيمة الرقمية للاعداد احنا معانا هنا عدد تلاتة واربعين التلاتة دي في مين في الاحد تبقى كمتها بكام بتلاتة زي ما هي طيب الاربع هنا في مين في العشرات تبقى كمتها كام اربعين القيمة المكانية للاعداد يعني ايه يا ميسك هو مكانية للاعداد يعني انا عندي رقم موجود جوا العدد هو مكانه ده مكانه ده قاعد فين قاعد فين البيت اللي هو قاعد في ده قاعد فين احنا عندنا بيتين يا اما احد يا اما عشرات طيب انا عايز اعرف بقى بقولك انا قاعد فين مكاني فين تعاني شوف كده بنحلها ازاي اه 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 اهو تلاتة وعشرين التلاتة فين في الاحد تبقى بكام احد وعشرات الاحد كام تلاتة والعشرات كام اتنين اتنين عشرات يبقى بكام بعشرين يبقى مكانية يعني تقولي انا قاعدة في انهي بيت التلاتة قاعدة في الاحد والتنين قاعدة في العشرات اه السبعة قاعدة في الاحد طب والخمسة قاعدة فين قاعدة في العشرات اربعة وسبعين الاربعة قاعدة فين قاعدة في الاحد والسبعة قاعدة فين قاعدة في العشرات ضع دائرة حول الايجابة الصحيحة نركز مع بعض كده في السؤال ده نشوف يا ميس هنحل رساة يقولك ايه الرقم يبقى انا عايزة رقم احد خمسة يبقى الاحد معانا كام خمسة الاحد اللي هو في انهي بيت في البيت الاول وسبعة عشرات اه سبعة عشرات يعني هي قاعدة في البيت التاني والبيت التاني فيه كام في سبعة يبقى خمسة احد وسبعة عشرات يبقى خمسة و ايه خمسة وسبعين طيب الرقم الذي يحتوي ستة احد وثلاثة عشرات يكون كام ستة احد يبقى نبص في البيت الاول على رقم ستة وثلاثة عشرات يبقى البيت التاني اللي هو العشرات فيه كام فيه ثلاثة يبقى ستة احد وثلاثة عشرات يبقى كام يبقى ستة وثلاثين جميل الرقم الذي يحتوي على صفر أحد واربع عشرات صفر أحد البيت الأول بصفر واربع عشرات يبقى البيت التاني كام باربع يبقى كام صفر أحد واربع عشرات يبقى النتج معنا الرقم بتاعنا اللي احنا عايزينه كام أربعين أكمل كما هو موضح في المثال طب تحنشوف كده المثال بتاعنا بيقول ايه بيقول لك في ستة وتلاتين يبقى الرقم بتاعنا ستة وتلاتين تلاتة في مكان مين العشرات يبقى القيمة المكانية يعني تقول لي ادرتة دي موجودة فين بتها فين في العشرات وقيمته يبقى القيمة بتاعته بكام يعني هي في العشرات بكام بتلاتين طب نشوف نحل كده مع بعض واحد وعشرين بقى الرقم واحد وعشرين واحد واحد دهو فين في مكانه فين في الاحد طب وقيمته في الاحد الواحد في الاحد بكام يا حلوين واحد جميل اربعة وثمانين رقم اربعة مكانه فين في الاحد كمتو كام باربعة طيب تمانية وسبعين تمانية فين في الاحد كمتها كام تمانية زي ما هي عشان هي في الاحد طيب 96 الرقم 9 معانا في 96 تسعة قاعد فين مكانه فين في العشرات طيب واحنا قلنا يا شاطرين مع بعض التسعة في العشرات تبقى بكام بتسعين يبقى التسعة في العشرات بكام بتسعين يا ميس شاطرين طيب فيه تمانين الرقم معايا تمانين تمانية هنا ما كانها فين أعدى فين في العشرات وإحنا قلنا تمانية في العشرات تبقى بكام كمتها بكام بتمانين جميل اكتب العاد على حسب الرسم عندك هنا أنا هتطلع لك صورة كده نعدها مع بعض واحدة واحدة ونقول الرقم بتاعنا ده كم أحد وكم عشرات هذا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر آه يبقى احنا معانا أربعتاشر نجمة حلوة بتتحكلكوا كلكم أربعتاشر نجمة طيب اللي أربعة يا ميس هكتبها فين هكتبها في الأحد طيب احنا قلنا أربعتاشر اللي أربعة كتبناها في الأحد والواحد هنكتبه فين هنكتبه في العشرات طيب نشوف بقى كده الرسمة اللي معانا بنوتها كده عروسة كم واحدة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر آه يبقى ستاشر ها نكتب ستة فين في الأحد والواحد هنكتبه فين في العشرات يبقى ستاشر ستة أحد واحد عشرات طيب تعالوا نشوف الرسمة اللي بعدها ونعدوهم مع بعض واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر سبعتاشر تمنتاشر تمنتاشر طيب تمنتاشر نكتب بالتمانية فين في الأحد ايه ده تسعتاشر لسه عشرين آه يبقى احنا معانا عشرين يبقى معلش نعيد تاني كده يبقى دول تلعوا عشرين وردة طيب الصفر بتاع العشرة نكتبه فين في الأحد والتنكتبه فين في العشرات جميل ضع العلامة المناسبة أكبر من أصغر من ويساو نركز كده مع بعض واحد أحد زائد ثلاث عشرات واحد أحد زائد ثلاث عشرات يبقى كام يبقى واحد وثلاثين تب خمس عشرات خمس عشرات يبقى بكام خمسين أمني 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 الأكبر طيب أربعة أحد زائد ستة عشرات والطرف الثاني أربعة أحد زائد أربعة برضو أحد هنا الأحد قد بعض دي ربع أحد وده ربع أحد طيب العشرات هنا كام؟ ستة طيب فيه هنا عشرات؟ لا ده اللي اتنين أحد آه اللي اتنين أحد لكن دي ستة عشرات يبقى مين الأكبر؟ آه يبقى إلا ربع أحد زائد ستة عشرات هي الأكبر يبقى نحط علامة أكبر منه طيب هنا اتنين أحد واثنين عشرات حد هيقول لي قد بعض يا فسا قلت لا غلط لأن هنا العدد اتنين وهنا عدد اتنين بس المكان اللي قاعد فيه مش زي بعض دي اتنين أحد يعني قاعد في الأحد طيب اتنين عشرات قاعدة في العشرات اللي قاعد في العشرات يا حلوين يبقى بكام اتنين عشرات يعني بعشرين يبقى مين اللي اكبر؟ اللي اتنين اللي قاعدة في الأحد ولا الاتنين اللي قاعدة في العشرات؟ طبعا اللي اتنين اللي قاعدة في العشرات نحط علامة أصغر من اللي بعده تسعة وسبعون ودي اثنان وعشرون مين الأكبر؟ طبعا التسعة وسبعون طيب معنا هنا تمانية أحد زائد واحد عشرات واحد في العشرة في خانة في مكانة العشرات طيب اللي التانية تمانية أحد زائد تمن عشرات مين اللي أكبر؟ طبعا الواحد أحد زائد الثمانية عشرات نحط علامة مين؟ علامة أصغر من آه بيقول لك إيه نركز كده بعد؟ اكتب رقم الأحد والعشرات لكل عدد ثم قارن باستخدام أكبر من أصغر من أو يساوي طيب نركز كده مع بعض نشوف أدى تنين أحد ودول كام؟ يبقى احنا تنين أحد كده منها في الأحد المربع الصغير ده في الأحد طب معنا كان مربع صغير اتنين يبقى تنين أحد طب المربع الكبير ده في عشر مربعات صغيرة يبقى ده عشرات يبقى نحسب كل واحدة منهم في العشرات أدى واحد عشرات آه يبقى اتنين أحد واحد عشرات طب نشوف الطرف الثاني أدى واحد اتنين آه اتنين أحد يبقى نكتب اتنين أحد كم عشرات؟ اتنين برضو عشرات يبقى اتنين أحد واثنين عشرات طيب هنا في الطرف الأول اتنين أحد وواحد عشرات يعني اتناشر والتاني اتنين أحد واثنين عشرات يعني اتنين وعشرين يبقى طبعا اللي اتنين وعشرين هي الأكبر يبقى نحط علامة ايه أصغر منه طب نشوف اللي بعده أدى مربع واحد اتنين يبقى اتنين تلاتة تلاتة أحد طب كم عشرات؟ واحد اتنين تلاتة يبقى كم أدى كمان واحد أربعة يبقى أربع عشرات يبقى نكتب تلاتة أحد واربع عشرات طب نشوف الطرف الثاني أدى واحد في الأحد اتنين تلاتة أربعة طب ده واحد عشرات يبقى كام أربعة أحد وواحد عشرات مين الأكبر معانا؟ العشرة هنا أربعة والعشرة هنا واحد يبقى مين الأكبر؟ طبعا الثلاثة واربعين يبقى نحط علامة أكبر من طيب نقص اللي بعده أدى واحد اتنين اتنين أحد طبعا العشرة كام؟ أدى واحد اتنين تلاتة أربعة آه يبقى اتنين أحد واربع عشرات أدى واحد طرف الثاني اتنين اتنين أحد ومعانا كام عشرات؟ تلات عشرات يبقى اتنين أحد وثلاث عشرات هنا الأحد زي بعض بس العشرات مش زي بعض هنا العشرات أربعة هنا العشرات تلاتة يبقى طبعا الأكبر مين؟ اللي اتنين واربعين يبقى نحط علامة اكبر من وكده خلصنا الدرس النهار ده حلوين ورب تكونوا وفهمتوا معايا وان شاء الله شوفكم الدرس الجاية